كيف تعاملتم الخارجية العراقية مع أزمة كورونا مع العراقيين أو الجاليات العراقية الموجودة في دول العالم ما هي الإجراءات نعم في البداية التحية والتقدير لك أستاذ نجم المحترم وكلمات الإمتنان والإحترام والاعتدار أيضا للتأخير الذي حدث يوم أمس والذي حال دون المشاركة لكن بفضل الله تمكنت من الوصول إليكم هذا اليوم وكذلك الشكر الموصول إلى جمهوركم الكريم من أبناء شعبنا العزيز ومشاهدكم الكرام أينما يكونوا وزارة الخارجية العراقية ومنذ البدء بتشكيل خلية الأزمة الوزارية التي وقع على عاتقها إجراءات مواجهة الكورونا فيروس في العراق والذي تحول لاحقا إلى وباء عالمي وزارة الخارجية العراقية وبإعاز من السيد وزير الخارجية محمد علي الحكيم إلى كل سفارات جمهورية العراق وبعثاته في الخارج قامت السفارات والبعثات بتشكيل خلايا أزمة للوقوف على أوضاع الجالية العراقية في ساحات العمل المتعددة والمختلفة وتخصيص أرقام ساخنة لتلقي اتصالاتهم وكذلك التواصل عبر الحسابات الرقمية الإلكترونية وأيضا عبر مواقع السفارات والبعثات وكذلك قامت السفارات والبعثات بالتواصل مع نقاط الارتكاز مع الجالية العراقية بمختلف ساحات العمل من الفنانين والشعراء والأدباء والأطباء والمهندسون وغير ذلك من مصادر القوة في هذه الجالية كل هذه خلايا الأزمة في السفارات والبعثات تدار وتوجه من خلية أزمة مركزية بوزارة الخارجية العراقية ببغداد نتلقى بالحقيقة يوميا العشرات من المناشدات من أبناء الجالية العراقية ممن سافروا إلى بلدان العالم لأغراض السياحة والعلاج وأغراض الدراسة وأغراض التجارة وأغراض أخرى فيما أيضا نسجل أن نسب وأعداد كبيرة من الجالية العراقية من المقيمين في دول العالم بصفة دائمة ومستمرة هذه المناشدات التي نتلقاها نتعاطى معها بشكل عاجل وفاعل فنستقبل التقارير بشكل ألكتروني بمركز وزارة الخارجية العراقية ونعكسها إلى خلية الأزمة الوزارية مع توصيات بإمكانية الاستجابة السريعة لتيسير عودة العراقيين أي أمكان سواء من المسافرين أو من المقيمين الذين يرومون العودة إلى العراق